أردت أن تعلق وتربط حديثنا وتغريد الضحى خلفان بالجسوس الذي أعلنت عنه المخارطة التركية على كل حال بأنه يعمل لصالح المخابرات الإماراتية نعم هو بدأ تركيا مشغولة في أمور هامة جدا لكن لا تغفل الإمارات ودسائسها هذا الجسوس اليوم يكشف عن مدى حضر الأتراك من الإمارات ومساعيها سيما من بعد ما ارتمت في حضن إسرائيل بشكل مباح بشكل علني وتطبيع عسكري وتطبيع مصيري ننتبه إلى هذه الدقة في توصيف الحالة يعني كان هناك تطبيعات اقتصادي وثقافي اليوم ربط المصير ضد تركيا فإنه الالتفات إلى الإمارات وما تفعله داخل انت لاحظ أنه المخابرات التركية شغالة على حجتين اليوم القبض على داعش كل يوم بيمسكوا واحد من داعش في داخل تركيا وبيمسكوا كل يوم وليوم مسكوا واحد إماراتي يعني المخابرات التركية الآن شغالة على دقيل تصور أنت أسبوع الماضي كانوا كل يوم بيمسكوا واحد مرة امرأة مرة رجل داعش 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 فجأة يعني أنت كل يوم أحمر 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 فجأة نط قدامك أصفر مين إماراتي تعال جاي تصور يعني أنه لا تأمن جانبها لأنها مولت الانقلاب قبل هيك ومولت حاجات عجيبة في المنطقة يعني جعلت تركيا حذرة من ناحية هذه الدولة حتى لا يلدغ المسلم من جحر مرتين يعني لدغت منها مرة واليوم هي صحيالها أعتقد هذا هو التصور ترجمة نانسي قنقر